ايه زيك عاملين ايه يا رب بتكونوا بخير الوصفة النهاردة جميلة جدا 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 تفتيح الاسنان تبيض الاسنان مفيش ألم في الاسنان لو انت اسنانك بتوجعك او اي حاجة بجد الوصفة النهاردة جبارة جدا نكحة جدا جميلة جدا انا عجبتني جدا وجربتها وحبيت ان انا اقولك عليها بجد رهيبة يلا امي جربيها وهتعرف الفرق فعلا وهتعرف ان النجاح الوصفة من اول مرة فعلا هتخلي تبيض السنان لقلق جميلة وراهيبة فعلا فعلا هتتصدمي فعلا من جمال سنانك امي جربيها وهتعرفي فعلا اللي بقوله كلام مش اي كلام وحقيقي مية في المية يلا بينا عفة جدا على الفكرة انا شفتها على نت وجربتها وحبيت ان انا اقفيتكم بيها يلا ما ننساش اللايك وما ننساش الاشتراك في القناة وكمان فعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك اول حاجة هنا انا معي نصط لمونة اللمون من الحاجات الجميلة جدا اللي بتسرع على تفتيح الاسنان والبشرة بجد حاجة من الحاجات الخيالية في التفتيح فانا هياخد هنا معي نصط لمونة هاول ننزل المية كلها اللي في نصط اللمونة اه عايز اقولك ان الوصفة دي هتكفي معاك مرتين في اليوم فنعملها اول باول يعني اه طوزة ما نستناش ان ننشلها في التلاجة او ننشلها في حتة ونقول نستخدمها تاني لا هي دي هتكفي معاك مرتين في اليوم وياخد كمان نصط ما على امين الكوركم الكوركم من الحاجات الجميلة جدا اللي بتساعد على تفتيح السنان وكمان هيزلك الجير وهيزيل الحاجات اللي هي بتبقى في السنان اللي هي السفار لو بشي قهوة بقى شاي ديسكفي والحاجات اللي هي بتعمل سفار في السنان دي الكوركم بيساعد على تفتيح الحاجات دي كلها تمام كده حطينا نصط لمونة ونصط معلقة من الكوركم ومهم جدا التقليب الكويس جدا باستمرار عشان المكونات كلها تدوب معنا انا هنا معايا معجون اسنان اي نوع معجون اسنان انت بتستخدمي اي نوع مش هتفرق هناخد نوع نصط معلقة صغيرة طبعا الكمية دي انا بعملها انها هتكفيني دلوقتي وكمان الصبح يعني مرتين فالكمية تعمليها اول باول زي ما انا قلتلك قبل كده طبعا الوصفة دي هنستخدمها كل قد ايه يومين اتنين في الاسبوع ومرة الصبح ومرة بالليل يومين اتنين في الاسبوع ومرة الصبح ومرة بالليل شايفين الخلطة تدت تفتح معايا لان حطنا اللمون والمعجون والكركم هنقلبهم كويس قوي قوي بصوا بقى ده قوم بتاعها هبدأ بقى ان انا اجيب التوم بتاعي طبعا التوم من الحاجات الجميلة جدا اللي بتزيل الجير تماما وكمان لو عندك التهابات في سنانك عندك اي وجع في السنان اللي تم فعلا هيخليها يهدي كل ده خالص معيك ومش هيبقى فيه اي التهابات في بقك طبعا مع الاستمرار انا هبدأ ان انا بشرهم كده مبشرة كده تكون صغنانة اللي هي الاخرام بتاعة المبشرة اللي هي الصغيرة دي انا عايزة دي طبعا تقدر تقطعيها بسكينة كده هتتصغنوني جدا لو انت مش عندك مبشرة وهبدأ ان انا ابشرهم كويس جدا طبعا اللي هتقول بقى ريحة التوم كلام ده كله انت اول ما بتخسليه بس هو اللي هتحس بالريحة انما بعد كده مش هتحس باي ريحة لان من مغمق بقنا كويس جدا ممكن بتكلي بعدها البانة على طول بعد ما بتخسلي سنانك بس شوفي جمال اللقلق بتاع سنانك فعلا هتفتح معيك بطريقة رهيبة ملحوظة من اول مرة من اول مرة فعلا وعلى ضمنتي اعمليها بجد تحفة هنا خلاص قلبتهم كويس جدا 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 وزي ما قلتلك التقليب لازم نكون يعني نقرس شوي على التقليب علشان التقليب ده اللي هيجيب معي النتيجة المضمونة والمطلوبة هاخب بقى معي نص معلقة من الملح ملح عادي طبعا الملح ده هيقضي على اي بكتيريا في بقك هيقضي على اي وجع في بقك لو انتش عندي كل تهابات في سنانك اه تحفة جدا بيرايح السنان جدا هيفتح جدا الخلطة دي كلها على بعضها كده حاجة كده وهمية فعلا زي ما قلتلكم انا شفتها عن نت فعلا حبيت ان انا اجربها اه فعجبتني جدا بصراحة والله يعني انا دي مش خلطتي دي خلطة حدي عن نت فانا قلت اجربها وهفتكو بيها هي فعلا خطيرة عجبتني جدا 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 وبتريح البق جدا لو عندك اي التهابات زي ما قلتلك انا هنا قلبتهم كويس جدا زي ما احنا شايفين وهجيب بقى الفرشة بتاعتي وهبدأ بالغسيل السنان من فوق لتحت اهم حاجة نغسل السنان صح اه من فوق لتحت ومن شمال والمين اه بحركات اللي هي فوق وتحت اه ما نحكش الفرشة اللي هو كده اه يعني نجيبها شمال لمين شمال لمين وخلاص لأ بتخسل سنانك من فوق لتحت السنان العادية بتنغسل الصح من فوق لتحت وجناب اه شمال بالمين اه كده خلاص اللي احنا قلتلك عليها والوصفة قلتلك عليها وقلتلك هتتخدميها يومين في الاسبوع اه مرة الصبح ومرة بالليل يعني اربع مرات في الاسبوع اه كده خلاص انا خلصت الوصفة يا رب بتكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم وما تنسوش تعملولي لايك للفيديو بالله عليكم لو استفدت من الفيديو عمليلي لايك ما تبخليش علي باللايك ولو اول مرة تشوف القناة بتاعتنا نزلي اشترك معنا في القناة فعالي الجرس عشان كل وصفاتنا توصل لك اه اول باول هتوحشون عن الفيديو الجاي وباي باي